من الأشياء الحقيقة اللي ودي أقولها من البداية أن بناتنا يحتاجنا إلى البوح ولكن الإشكالية الكبرى أن الأب مشغول والأم أيضا صارت مشغولة أول أم صاير وقتها كل الأولادها بنيين وبنات الحين أنا أتصور الأبن يجي يريد أن يتكلم إلى والده والده يقول أنا مشغول واخر عني بعدين يصير خير ويمكن إذا كان بالتليفون أغلق السماعة وإذا كان أمامه أجلة ويروح الولد إلى أمه يقول يا أمي ويجدها تكلم هاتف ولا جالسة على الإنترنت ولا جالسة راسل عن طريق قنوات الاتصال الجديدة الآن فإذا بها طول وقتها وهي غافلة عن ما ينبغي أن تستمع إليه من بناتها بالذات وأنا أريد أن أركز الآن على البنات طبعا ببرنامجنا لأنه البنات الإشكالية الكبرى أن الأب والأم أحيانا لا يستمعان إلى البنت ومع ذلك وبعد ذلك يبدأ أن يعاقبانها على ما قد يحدث من جراء عدم الاستماع فهي تروح تدور لها صديقة تتكلم إياها يعودون عليها لا يشترك تتكلم بالتليفون المدة هذه كلها كل يوم كل هذا هي تتكلم مع الآخرين لأنها تريد أن تتحدث وتخرج ما في داخلها والدراسات تؤكد أن الأنثى تتكلم أكثر من الرجل ثلاث مرات يعني أنها تحتاج أن تتكلم آلاف الكلمات في اليوم الواحد تحتاج حاجة وهذا لا يعيبها ولا يقلل من شأنها لأن هذه طبيعة خلقها فإذا كانت محتاجة للكلام ولا بد منه فإذن لا بد أن نتيح لها الفرصة كاملة أن تتحدث مشكلة أخرى تأتينا أن الأب أو الأم حين يستمعون للبنت ما يستمعون إليها من أجل أن يأخذوا ما في خاطرها أن يستمعوا إلى نبضات قلبها إلى ما تفكر فيه إلى طموحاتها إلى أحلامها لو فعلوا ذلك لن نثرت كل ما في داخلها ولأصبح والدها وأمها أقرب الناس إليها لتبثهم ما في داخلها لكن الإشكالية التي نراها بعكس ذلك مجرد ما تتكلم الفتاة يا الله يا بنت شويت اليوم أول كلمتين محاسبة على طول هذا غلط هذا صح انتظروا انتظري أيتها الأم انتظر يا أخي الأب انتظر قليلا دعي البنت تتكلم بكل ما عندها حتى آخر قطرة ثم بعد ذلك قل ما شئت ما عندكم مشكلة قل ما شئت أيضا في حدود تصور أن فتاة بدأت تتكلم وتبوح بما في داخلها وبعد الحديث وعطيت فرصة لتتكلم ونقول أنه صبر ألا صبرت الأم لتستمع إلى البنت وتبدأ المحاسبة التي قد تصل إلى اتخاذ موقف أو عقوبة مع أن البنت الآن تبوح يعني تصارحنا إذا صارحتنا البنت وعاقبناها على أخطائها التي باحت بها بدون طلب منا كأننا نقول لها مرة ثانية لا تخبرينها خلاص فعلي ما شئتي إذا كنا ما ندري لا تقولي لنا وهذا أمر خطير لماذا خطير لأن البنت في هذه الفترة التي تعيشها تعيش فترة تربية تفكيرها ونضجها هو في الطريق إلى الاكتمال أي إنها أن النضج النفسي النضج التفكيري يحتاج إلى وقت وإلا ما كان الأربعين قيمة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك والله عز وجل الذي خلقنا ويعلم بنا سبحانه وتعالى لا ينبئ رجلا أن يجعله نبيا إلا بعد الأربعين أي هناك مرحلة من النضج فكيف البنت اللي عمرها عشر و 11 و 12 و 14 و 15 إلى إلى 21 كل هذه الفترة تحتاج إلى أن نستمع إليها ونصبر نصبر حتى يثمر هذا الاستماع